بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي الجمهورية أهلا بكم النهاردة هنتكلم عن التهابات القولون وهي في الغالب التهابات كلنا قد نعاني منها بتأتي في شكل نوبات من الإمساك أو الإسهال هذه النوبات من الإمساك أو الإسهال إذا جاءت بشكل مفاجئ عرضي لا خطر منها ولكن إذا تقررت يكمن الخطر وهي بمثابة انزار لأنها لا قدر الله قد تكون مؤشر للإصابة بالتهابات القولون المناعية إهملها لا قدر الله قد يؤدي للإصابة بسرطان القولون النهاردة معنا يعني قام من قامات الطب في مصر هيكلمنا عن التهابات القولون بأنواعها المتعددة معنا النهاردة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ الأمراض البطنة والمناعة والأمراض الروماتيزمية بكلية طب عين شمس أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وهي فيه التهابات عادية وإم تقول دي التهاب عادي وطارق ولا التهاب مناعي يعني نفرق بينهم ازاي عشان الناس تبقى عارف بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القولون محدش في العالم مش في مصر بس ما اشتكاش منه في فترة من فترة حياته كلنا لان يعني الجهاز الهضمي و أيه بالضبط يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيركز على موضوع ان احن قوم لا نأكل حتى نجوع فاذا اكلنا لنشبع من كان ولا بد فسلس لطعامك وسلس لشرابك وسلس لنفسك ودي من الهدي النبوي والطب النبوي الشريف القولون هو بقى اللي بيستقبل الفضلات بتاعة كل الطعام اللي الواحد بيكله فيه خلال من دلوقتي لحد يومين فاته وبالتالي والناس اللي عندها امساك طبعا بيبقى اكتر ووقت اطور من كده فمحتاجين ان احنا نتعامل معاه تعامل فيه اهتمام ورأفة وحنية لكن الاكل اللي هو بيقول عليه اكل السوق او اكل الشارع او الجنك فود كل ده بيعمل عبء شديد جدا على الغلاف المبطن للقولون اللي انه تعرض لاشياء مثيرة للالتهابات بصفة مستمرة وبصفة متكررة بيعمل مشاكل قد تؤدي الى سرطانات والعزبالله وبالتالي نلاقي ان البلدان اللي هي مشهورة بالاهتمام بالاكل التقيل وعدم الحرص في الاكل بتاعها نلاقي سرطان القولون نسبته اعلى نسبته اعلى السرطان قولون اكتر في الشعوب التي لا تهتم بالاكل الصحي ويعني يعني الاحصائيات موجودة طبعا يعني مش بس الاكل الجنك فود او لا الاكل التقيل عماتا الاكل الداسم والاكل اللي فيه شطة والمواد الحرقة والحاجات اللي هي المواد الحفظة والحاجات اللي هي ان الواحد يأكل على على شبع يعني ان الانسان يأكل على اكل لسه ماتهضمش لسه ماتهضمش ولسه ماتصرفش اللي قبل كده واندخل عليه اكل تاني ويحصل تخمة ويحصل يعني النفس العصارة العصارات الهضمية اللي هي جاي من المعدة او من الامعاء الدقيقة او من الامعاء القليلة كلها تتراكم على بعضها ودي تعمل يعني التهابات مزمنة التي قد تؤدي الى سرطانات ولا زواله موضوع المناعة جزء من هذا البردن او هذا الضغط على الجهاز الهضمي انه هو كثرت تعرض الغشاء المخاط للجهاز الهضمي للمسيرات للمسيرات اللي هي الحاجات اللي هي زي ما قلنا اللي هي مكسبات الطعم واللون والرائحة الصناعية والمواد الداسمة والاكل الزائد والكلام ده كلها كلها مسيرات للالتهابات المتكررة والمزمنة وبالتالي الحاجات دي بتغير اشياء مع التراكم بتاع التغييرات دي قد تؤدي الى امراض مناعية او امراض سرطانية ده كلام حضرتك ده خطيب اللي اتنين عملتين يعني واجهين لعملة واحدة اللي هو التغيرات الداخل الخلية يعني حضرتك عايز تقول ان التخمة وعدم انتظامنا في الاكل والاكل بشكل عشوائي وعدم توحري الاكل الصحي ده بيعمل اضطراب في الغشاء المخاطي للامعاء اللي بدي اشارات اللي بدي اشارات بعد كده للنظام المتحكم في خط سير الخلية ان هي اول ما الخلية تشيخ تموت تموت ذاتي لكن الحكاة دي لابد لها نظام وخطوات ده الطبيعي اما يحصل بقى الحاجات دي بيحصل خلل خلل في الغشاء المبطن الخلية نفسها بقى حتى النظام بتاعها ان هي اما تشيخ يحصل لها موت ذاتي ما بيحصلش بيحصل موت مؤقت موت جزئي تحلل جزئي ما ما بيتموتش بالطريقة الذاتية الطبيعية وبالتالي الحتة اللي ما بيتموتش او الحتة اللي تكسر بتبقى فرصة ان يئما تثير جهاز المناع انه يكون اجسام مناعية وبالتالي ان ندخل في مرض مناعي يئما تثير جهاز المناع انه ما يلقط التغيرات اللي ممكن تحصل في بعض الخلايا قبل ما تتاجه انها تبقى سرطانية تقضي عليها فما تقضيش عليها فتحاول الى خلايا سرطانية وبالتالي الحتة انه هو نعرض الخلايا بالزاج بتاع الجهاز الغشاء المخاطئ المبطئ للجهاز الهضم الى مسيرات تحفز تحفز الالتهاب بتاعه بدرجة متكررة ومزمنة هي دي السبب خلال المناعة لتحدث في جدار الامراض المناعية ومعظم الامراض السرطانية ده معظم الامراض المناعية مش للقولون وبس ده امراض المناعية للجسم كلها يعني اذا فعلا بيته الداع ما ينطق عن الهوى يعني حضرتك عايز تقول ان قصرة الاكل ارهاق شديد للخلايا القولون و كاصرة الاكل والاكل الغير سليم يعني الاكل الغير سليم ده مضير الواحد يعني علاوة عليه بقى التخمة والاكل المتكرر وعدم تنظيم الاكل اجهاد متواصل لخلايا المبطنة للغشاء المبطن للقولون فده لتحلل الخلايا واحلالها الجديد بالطريقة السليمة اللي ماتت بشكل سوي فبالتالي بيعمل اضطراب ولخبطة في مناعة الجسم تؤدي بقى لكتير من الامراض المناعية بما فيها بقى الالتهبات القولون المناعية نفسها صحي كده اذا الالتهبات القولون اللي احنا كنا لسه بنقول عنها البسيطة اللي مجرد اسهال ولا امساك ولا اي عرض وتختفي نقول شكرا وانتهي والنام لا ده احنا ننتبه بقى ان احنا نتوخل حذر في طريقة اكلنا عشان الاكل الغلط هيؤدي لتكرار الالتهبات دي وبالتالي لخبطة المناعة وبالتالي اصابتنا بالامراض المناعية اللي منها التهابات القولون التقرحي او المناعية انا بقى زي ما حديكت تفضلت بالسؤال انه ازاي اعرف ان النوبات اللي بتحصل دي ان هي حاجات حميدة وبسيطة ولا حاجات فيها مش عادة وعدة عادة ومشي ولا ده التهاب مناعي لا قدر الله في الحرور الالتهاب اللي هو لا يصاحبه الا مغس بسيط والم بسيط وهو مرة اسهال بردك يعني متحكم فيه يعني نوبة اسهال وتعدي او اسهال والعادة كلمة بسيط بسيط يعني ايه يعني لا يصحبه لا الم شديد يؤدي ان الواحد يعني يتكور على نفسه الم شديد مغس شديد ولا يصحبه نزول دم او مخاط في البراز ولا يصحبه ارتفاع في درجة الحرارة ولا يصحبه تقليل في الوزن طب كتير من نوبات الاسهال يا دكتور قد تأتي بارتفاع في الحرارة نتيجة مكروب لا نتيجة مكروب دي مش حاجة طبيعية دي عارف انه اكل اكله غلط مش حاجة طبيعية لازم نعالج المكروب لكن انا بنقول القولون اللي هو بنقول عليه قولون عصبي بيبقى معاها حاجات لا يكون معاها ارتفاع في درجة الحرارة ولا يكون معاها نزول دم في البراز ولا يكون معها نزول مخاط في البراز ولا يكون معها فقد في الوزن وبالتالي في حاجات اسمها العلامات اللي هي منذرة او الحاجات اللي هي علامات الخطورة الريد فلاجز الاعلام الحمراء او الخد بالك كده لابد ان احنا ناخد بالنا دمش طبيعي ان يبقى فيه دم في البراز يبقى فيه مخاط يبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة يبقى فيه فقدان في الوزن الوزن بيقل الحاجات دي لابد لابد ان انا اروح اكشف عند الطبيل المختص صح كده? اه تكرار نوبات الاسهال او الامساك مع ارتفاع الحرارة مع المخاط مع البراز في الدم مع دم في البراز اه ومع ان الواحد بيخس مع انه بيأكل الاكل الطبيعي لابد نكشف عند الدكتور المختص انتهبات مناعية بالقول اتهابات غير عادية الاول اه اتهابات غير عادية اه اتهابات المناعية اول ما نعرف كده بقى نعمل ايه ايه صح بقى نوجه المريض ده ازاي يكشف عند الدكتور مختص دكتور مناعة دكتور جهاز هضمي مع مناعة يعني او اول لاتنين لكن هو الموضوع ان هو ايه انه اه 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 لو راح له دكتور واداله شوية مسكنات ويعني استهان بالموضوع المفروض في الحالة اللي زي دي يحلل مثلا ولا يعمل اشياء عاية لا ما هو قبل ما يحل ويعمل اشياء عاية لا بدي تاجي للدكتور اللي هو وحيشخص له ومين اللي حيشخص يعني انا دلوقتي اما نروح للمعمل وقول لي اعمل لي تحليل وبعد كده اخد النتيجة التحليل هروح بها للصيدلية هيتصرف لعلاج فين بتشخيص تشخيص يعني طبيب مختص ده طبيعي لازم كلمة مختص دي ازاي نشخص ازاي ان هو الدكتور الاول بيسمع من المريض ان هو بيجي له نوبات والنوبات دي متكررة وكل مرة اكتر من التانية رغم ان هو التزم بالاكل الصحي ورغم ان هو ما بيكلش الاكل اللي احنا بيقول عليه بيعمل مشاكل التزم ورغم ذلك لازالت في مشكلة يبقى لازم في سبب بقى تاني يبقى في سبب اخر مش حكاية ان هو تلبك معه ونتيجة اكل تقيل ولا اكل ملخبط ده في حاجة تانية طب مريض المناعة ومريض الاورام الخبيثة اللي اتنين بيبقى عندهم حاجات خارج القولون مع خارج القولون مع مشكلة القولون بيبقى فيه اعراض خارج القولون بمعنى ايه بمعنى انه بنقول ان ايه مثلا المريض اللي هو الالتهاب المناعي التقرحي او التهاب المناعي بالقولون اسمه كرونز الحاجات دي ممكن يكون معاها التهابات مناعية في العمود الفقري ده اللي يخليه بقى يفضح نفسه انه هو ده مرض مناعي يعني نجيله بشكل الام في العمود الفقري متكرر الام متكررة اثناء الراحة غير غير الالم بتاعه يعني ما عملش ما يدعو ان يجيله الام في ظهره ده بالعكس ده هو باع اما يستريح وينام يبقى المشكلة تزيد اما يبدأ يتحرك حركة بسيطة شوية شوية الالم يروح غير بتاع الدسك اللي عنده مزرق غضروفي اما يستريح الامور تبقى كويسة اما يجي يشتغل ويشيل حاجة ولا بتاعه يبدأ الظهر يجعه يعني الالم بتزداد وقت الراحة اه وبعدين لو قعد او نام ساعة ولا ساعتين يرجع الالم تاني في الظهر في اسفل الظهر بنقول عليه يعني التهاب مناعي فقاري قد يكون مصاحب بالتهابات المناعية بتاعت القولون فيه التهابات المناعية في العين مصاحبة برضك بالتهابات المناعية بتاعت القولون في بعض الحالات وبالتالي فيه التهابات قد يكون فيه التهابات وتقرحات في الجلد يعني فيه امراض او اعراض اخرى في مناطق واجهزة اخرى خارج القولون ده اللي يقول ان المناع ده حاجة عامة تظهر دي كلها معاه ولا ممكن واحدة واحدة يعني مثلا احمرار في العين او تقرحات في العين مثلا احمرار في العين او الزغلالة وبيجي بقى بنحوله على الدكتور بتاع العيون يعمل فحص قاع العين يلاقي فيه التهابات في الجسم الزجاجي التهابات في اللي بنقول عليه يعني التهاب قزحي التهاب قزحي مناعي دي من الاعراض المصاحبة لالتهابات القولون المناعي المناعة هتضرب في كذا حتة يعني في الجلد في العين في العظم يعني كذا حاجة مع بعضها ده لان المناعة مش حاجة مخصوصة بجزء معين ده ان القولون تقريبا هو المصفى اللي من خلالها بتعدي كل الاطعمة من جدار القولون للجسم لما بيحمس الخلق اللي بيدرب بقى الجسم في بعض الاحيان نعم يعني معنى كده ان احنا هننتبه في مع اعراض الالتهابات القولون المناعية دي قد تقدي الالتهاب الفقاري في العمود الفقري واثناء الراحة بالتحديد او الالتهابات القزحية او الالتهابات في الجلد على شكل ايه حبوب بقى على شكل بقع على شكل تقرحات والتقرحات والتقرحات لو سبناها هتبقى عميقة ولو تدخل فيها الجراح ما بتخفش يعني بتبقى حاجة مختلفة عن الجراح متعود عليه طيب اعراض التهابات القولون نفسها بتيجي بشكل ايه بتيجي زي ما قلنا زي ما قلنا بتيجي بشكل انه اه الام متكررة واسهال ما فيش امساك في الغالب اسهال وارتفاع في درجة الحرارة وفي دم بقى وفي مخاط في البراز يعني بيظهر على طول ولا ممكن تقدم الحالة بيظهر لا لا ممكن من الاول مرة يعني العيان طبعا في السيدات اكتر من الرجال التشخيص الحالة في الحالة دي بالمنظار المنظار هو اللي بيبين موضوع التقرحات او موضوع هل فيه كتل التهابية نتيجة الكورونز هل فيه ثقب ممكن يحصل ثقب كمان في القولون ويعمل لنا مشكلة كبيرة وقدر الله يعني لو الحاجات دي تكررت لابد ان هو منظار وعينة لابد المنظار يكشف كل القولون اه ولازم ااخد عينات وابعتها للمعمل بحيث ان هو يبقى فيه تشخيص نهائي اكيد بدليل بتبان بقى التقرحات دي على شكل تلك التولاد بتبان كل حاجة بتبان كل حاجة وبتبان التشخيص وحسب بقى درجة الالتهاب ودرجة النشاط بتاع المرض ده وبتيجي التاج دي او النوبة بتاعة المغس والاسهال والدم والكلام ده كم مرة بنبدأ نعمل خطة العلاج وبيبقى فيه الدكتور بتاع الجهاز الهضمي والدكتور المناعة مع بعض بيشتركوا فيه العلاج والمتابعة ليه علاج يا دكتور المرض؟ الحديثا بقى فيه ادوية مؤثرة حديثا من قد ايه يعني يعني من عشر سنين مثلا اه لكن فيه ما قبل ما كانش ليه علاج؟ لا كان ليه علاج بس علاج كورتزون اغلبه وكان بيبقى ليه يعني نتائج مش مرضية واثار جانبية كتيرة دلوقتي علاجه ايه؟ فدلوقتي العلاج البيولوجي والعلاج البيولوجي بيجيب نتائج كويس اوي بس مكلف شوية دكتور؟ والله يعني الدولة مشكورة بدأت تعمل علاج على نفقة الدولة اللي ما عندوش تأمين وفي التأمين بيصرف يعني اذا الدولة الحمد لله بتطيح العلاج البيولوجي المرضى التهابات القولون المناعية اه مش كده؟ ايوه وبتجيب نتيجة في الشفاء يعني الحمد لله بتجيب نتيجة ممتازة بس لابد ان احنا نتابع وبتاخد العلاج فترات طويلة اللي بقى بيهمل بنتطر انه هو بالذات في الكرونز بنتطر انه هو يعني نستقصل اه احنا قولنا التهابات القولون المناعية دي اما التهابات قولون تقرحي او الكرونز 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 ده الكرونز اعمق واخطر واكتر حدة وقد يصيب يعني بقية الجهاز الهضم مش القولون بس جهاز الهضم يقولون اه يعني حتة اخرى غير القولون والمشكلة انه هو ممكن يعمل موضوع يعني التكتلات او التورمات اللي هي ممكن تحصل منها تآكل في جدار القولون وثقب في جدار القولون ويعمل مشاكل اخرى اه واما بتبقى يعني الموضوع يعني متكرر بنضطر ان احنا نزيل جزء من القولون اللي فيه المشكلة الكبيرة بحيس انه هو اه ما يتحولش لقدر الله الى او رام سرطانية طب حالت بدوس السقب في القولون هنعمل استقصال بقى للجزء اللي هو فيه السقب لو الامور بسيطة ولسه في اولها بيجي بيجي من نتيجة كويسة مع العلاج بالعاج اللي بيقول شيء يعني السقب ومش بتم علاجه ومنتابع وبنشوف وبالامور اه لكن لو السقب يعني كتير او اكتر من حاجة او تكررت يبقى لابد ان هو من استقصال اللي فيها المشكلة الكبيرة يعني تدخل جراحي يعني اه يعني نتمنى الشفاء لكل مريض يا رب ونشكرك جدا يا دكتور وصعداء بانك معنا وان شاء الله هتسعدنا اكتر نسعد اكتر بلقاء معك يعني في مرات قادمة ان شاء الله يا دكتور اهل الان وسهل مع السلام